هقولك على حاجة علشان تبقى فاهم أنا ليه مبسوط بمسألة مدينة الثقافة والفنون من وقت ما بدأ الحديث عن مدينة الثقافة والفنون جوه العاصمة الإدارية وأنا بحاول قدر الإمكان أستجمع أو أجمع المعلومات وأحاول قدر الاستطاع لما أبقى موجود في العاصمة أن أنا أروح وأشوف وحاجة من هذا القبيل وبتابع كل الأخبار الصدرة عنها ليه؟ لأنه إحنا بنتكلم على تنمية موجودة في مصر تنمية بشكل عام تنمية فيها المدن فيها المصانع فيها اقتصاد بشكل بمعناه شديد الاتساع فيها بنية أساسية فيها مدارس فيها جمعة فيها رعاية صحية إلخ إلخ ويمكن الناس اللي زي حالاتي بتبقى مهتمة جدا بمسألة ما تستطيع أن تطلق عليه التنمية الثقافية صناعة الوجدان بناء العقول وخد بالك التعليم في شكله العادي اللي هو مدرسة وجامعة بس ده شيء عظيم ورائع وجميل لكن مش ده اللي بيخلق ذوق عام مش ده اللي بيقدر من خلاله تبني وجدان عارف لما يجيوا لك مثلا إيه؟ أنا ما محبش اللون ده من الموسيقى إذن يجب علينا أن إحنا نعطي دائما المجتمع نعطي الجماهير موسيقى حقيقية راقية وما إلى ذلك أنا مش عجبني النوع ده مش عارف من الفنون التشكيلية إذن يجب علينا أن إحنا نعطي للجماهير فنون تشكيلية في منتهى الرقية طب ده هيجي إزاي من غير ما تهتم بالاستثمار في هذه المسائل جزء من الاستثمار ده أنه يبقى فيه عندك مكان تقدر تعمل فيه معارض الفنون التشكيلية أماكن تقدر تعرض فيها باليهات وأوبيرات وحفلات موسيقية وحفلات تقدر فيها الفرق المصرية اللي بتقدم فن مصري حقيقي أصيل راقي إنه يبقى لها مكان تقدر تعرض فيه الفنون بتاعتها فكرة نمو الثقافة ده المجتمع وده بيبقى نمو تراكمي هنا تقدر تقول إنه المدرسة لما تيجي تعمل مثلا فرق مصرحية أو فرق للموسيقى الغناء فرق ليه الفنون التشكيلية أو مجموعة من الشبان والولاد والبنات اللي زال ورد لسه في المدارس وعندهم هذا الحس الفني ده بيشتغل بالسلصال وده بيرسم وده بيعمل نحت إلخ 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 يبقى الولاد دول شايفين قدامهم أفق متسع عارف إنه الدولة مهتمة بده عارف إنه في يوم من الأيام هيكله شأن كبير طالما هو فعلا موهوب وطالما فعلا مجتهد ينتقل هذا الولد وهذه البنت بعد كده للمرحلة الجامعية وتبدأ أفكاره تتبلور ويبدأ يبقى عارف هو طريقه ماشي إزاي في إطار الهواية ولا في طريق ولا في إطار الاحتراف والاستمرار في ده كده الحال في السينما بكل ما فيها الدراما بكل ما فيها وهكذا أنت بتتكلم على مكان فعلا مش بس من حيث الحجم لا شوف أنا فعلا قاعد عمال بفكر مع حضرتك وحضرتك بصوت عالي أنا فعلا محتاج أن أنا روح هناك تصوير يعني ناخد بعضنا ونروح نصور في هذه المدينة الرائعة ويمكن أنت شفتوا جوانب لأنه في بعض الحفلات اتعملت هناك في مصرح من المسارح والقاعات اللي موجودة في مدينة الفنون والثقافة أو الثقافة والثقافة والفنون بالعاصمة لأ مهم أن احنا نشوف ده بالتفصيل ونعرف المدينة دي بتتكون من إيه وحجمها قد إيه وعاوزك كمان تتفرج على الطراز المعماري اللي معمولة منه المدينة أو اللي تبنت على أساسه المدينة وعايزك تتفرج على شكل الدكورات والتصميم الداخلي بتاع هذه القاعات والأروقة والمباني وما إلى ذلك حقيقة هتفتخر وهنا هتعرف أن قوة مصر الحقيقية في منتجها الفكري الرأي الجماعة اللبنانيين المنتوج الفكري وما يستخدم كلمة منتوج كده فمنتجها الفكري منتجها الإبداعي مصر عندها ثروة من العقول لا تقدر على الإطلاق بأموال الدنيا ثروة العقول دي هي اللي بتبني مصر